اذا عدد اقل من عدد الفاريابولز يبقى لا يمكن الوصول ليونيك سولوشن يابد نعمل اصامشن وكون عندنا ينفنك الميني سولوشن لو ما فيش احد الاكوشنز عندنا اكس وان اكس تو اكس ثري ثري باريابولز والليفت موست وانز ثري والتالي ذي ار اكوال الليفت موست وانز ثري الفاريابولز اكوالز ثري وبالتالي ذي ار اكوال او نقول نوت لس نوت لس ذان يعني وبسألني هل الليفت موست وانز اقل من الفاريابولز لا مش الاقل دي ار اكوال روبلم توينتي وان عندنا ثري باريابولز الليفت موست وانز تو اللاسترو اول زيرو او اول زيرو ايليمنز يبقى الليفت موست وانز تو بينما الفاريابولز ثري وده سؤاله هنا العكس الليفت موست وانز تو والفاريابولز ثري وبالتالي الليفت موست وانز اقل من الفاريابولز ليس لدينا ولكن يمكن عمل اصامشن لاحد ثري باريابولز وايجاد الاثر تو باريابولز ان تيرمز اوف دي اسيوم دي باريابولز وبتالي عندنا لان ما فيش انكونسستنسي عندنا تو باريابولز الليفت موست وانز تو ولكن في مشكلة عندنا هنا الزيرو ايقوالز وان دي انكونسستنسي الليفت موست وانز تو والفاريابولز ايضا تو زي ار اقوال او نقول نودلس ولكن عندنا انكونسستنسي لان الزيرو اقوالز وان ده يمثل انكونسستنسي يعني no solution وان كان الليفت موست وانز يساوي عدد الفاريابولز ولكن الثيرد اقوالز عملها لنا انكونسستنسي لا يمكن الزيرو تساوي الزيرو تساوي عدد الفاريابولز الزيرو تساوي عدد الفاريابولز فلس السبب 27 X1, 2, 3, 4 4 مختلفة والمختلفة والمختلفة فقط 2 المختلفة 4 وبالتالي لس وأجين لابد نعمل أسامشن في السبب 27 ل 2 مختلفة ونوجد الـ 2 مختلفة بالمختلفة في term of the assumed two variables وبالتالي لدينا infinitely many solutions